ثلاث عملات رقمية لقد استثمارت فيها هذا الشهر وأحبب أشاركه بتجربتي في يومنا هذا فيه ألاف و ألاف العملة الرقمية بالسوق ومن صعب نلاقي هذه العملة الرقمية التي ستنجح فترى بعض الناس التي تقلوا أو على الأخبار أو على الميمز على المسحات أو على التغريدات تبعون Elon Musk في تويتر أو الناس آخرين يطلعون على الـ Fundamentals يطلعون على أساسيات العملة الرقمية وما يوجد من وراء هذه العملة الرقمية ولماذا نستثمر فيها عندما أتحدث عن الاستثمارات لا أتحدث عن التداول وأذكر هذا الأمر لا أقول لك أن تذهب إلى التداول كل يوم واشتراه بها أما الذي أقوله أنا اقتناعت بالعملة و اقتناعت بالمشروع و اشتريتها و امسكت العملة وهذه العملات التي سأشارككم فيها اليوم وكذلك تدعمني تعطيني اللايك هذا سأساعدني كثيرا و شكرا لك أول عملة الرقمية لليوم هي واحدة منها من العملات الرقمية واسمها اللايكون اللايكون يجد كعملة للدفع أعمل النظام للدفع هذه واحدة من الاول العملات الرقمية الرقمية استخدت في business وقettaه في سنة 2011 و أنا أفasp احسس ع真的很ين من الجديد تلك اللايك sitio عندما يستهد PUETCOIN من إسمعها ان الاستثارات ان الاستثارات و؛بع يميز ناستارات ماذا يميز اللايكوين؟ اللايكوين هي واحدة من العملات الرقمية التي أكثر استعمالا بالسوق يوجد لها تطبيق بأكثر من ألفين محل عمل أكثر من ألفين محل عمل اليوم يستقبل اللايتكون كدالة دفع تقريبا كل صراف آلي مثلا كل ATM الموجود بره لانت ممكن أن تشتري وتصرف البتكوين يجب عليك أن تشتري وتصرف اللايتكون اللايتكون مناسب لأي نظام دفع يومي مثلا إذا تذهب إلى بقالة أو تذهب إلى السوبر ماركت عندما تدفع عن طريق الكارد عن طريق الفيزا أو الماستر كارد ستعتبر عملية دفع صغيرة إذا بدأت تدفع عن طريق البيتكون إذا تنتظر لك ربع ساعة ونص ساعة قبل أن تتحقق عملية الدفع لكن اللايتكون غير اللايتكون يجعلك تدفع بسرعة جدا وتقوم بعمليات الدفع الصغيرة اليومية بدون أي مشكلة لأنني بدأت أن أظهر على اللايتكون هذا الشهر بعد أن أرى كيف تنزل البيتكون بعد تغريدة إيلون ماسك بدأت أن أظهر على أعاملات الرقمية التي تأثرت بهذا العمل اللايتكون كان من فوق 400 دولار واليوم بالمباع بالسعر وهو تقريبا 323 دولار بوقت التصوير الماكس سابلاي لللايتكون هو فقط 80 مليون يعني العملة غير متضخمة ومن هذين 80 مليون 79 مليون من هذين العملات موجودة اليوم بالسوق يعني بدأت أن نصل إلى آخر الماكس سابلاي وهذا الأمر مع سعر اللايتكون اليوم ومع الماركت كاب لللايكون اليوم قررت أشتري وأمسك اللايتكون لأنه سيكون فقط 80 مليون عملة موجودة بالسوق وأنا أريد أن أكون واحد من الأشخاص المسك هنا فإذا الطلب سيزيد على اللايتكون والعرض وقف العرض محدود فقط لـ 8 مليون فتخيل ما سيكون هذا الأمر بسعر اللايتكون أنا حسب رأيي الماركت كاب لللايكون صغير جدا 20 مليون هذا ولا إشه اليوم بالعملات الرقمية ونرى على الأقل 60 مليون بالمستقبل فنرى أرباح 3 إكس من وراء هذا الأمر ونظر بسرعة على بايننس ونرى ما هو اللايتكون بايننس من نسبة لي هي المنصة الأفضل للإستعمال للتداول العملات الرقمية ويحب أن تسجل عن طريقي وتأخذ خمسة بالمية تخفيض على الرسوم في عندك رابع تحت بالتفاصيل كيف لم يتحدث لكم اللايتكون قطع الـ 400 دولار قبل فترة وصل إلى 413 دولار بعد هذا الأمر رأينا أنه صحيح الناس أخذوا أرباح وبعد ذلك أخبارية إيلون ماسك وهبط سعر اللايتكون وصلنا لسعر الذي هو تقريبا اليوم بـ 317 دولار اللايتكون حاليا كما رأينا بيقات الحد المقاومة بـ 325 دولار وصلنا لهذا الحد ولكن لم نستطيع أن نختاره فالآن نرى تصحيح وينزل كما مرة حد الصمود القادم لللايتكون سيكون بحدودة 304 دولار والحد الذي بعده في حالة فشل هذا الأمر سنرى أنه ينزل لحدودة 279 دولار أنا بالنسبة لي حطيت أمرين للشراء أول أمر كان عندما كان سعره 300 دولار والحمد لله والأمر للشراء حطيته كما مرة بسعر 315 دولار الذي رأيناه قليلاً 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 من ناحة RSI لللايتكون بأخر 14 يوم كما ترى الحد تحت 50 يعني أننا نصلنا بوجد من منطقة الأورسول الأسعار التي تعتبر رخيصة مقارنة مع آخر الجمعتين والأرسائل الحالي هو 42 العمل الثاني اليوم هي إثيرنيتي تشين وهي عملية رقمية بمجال NFT النفنجبل توكين التي قلنا عنها قبل مرة وممكن أن تجد رابط هنا بالتفاصيل إثيرنيتي هي عبارة عن بلوكشين بلوكشين بمناصة إثيرنيتي كما ترى يتعطينا منصة لبيع وشراء النفتي تحف فنية كما ترى هنا يوجد حتى تحف إلى محمد علي وتعتبر واحدة من العملات الرقمية بمواجهة النفتي الأنجاح موجودة بالسوق النفتي بأخر فترة بدأت تمسك شهرة أكبر وأكبر شعبيتها بدأت أكبر وأكثر من ذلك توعد أن مشاكل النصب والإحتيال الموجودة اليوم بالنفتي لن تكون موجودة عندها أكيد سبعتوا أخبار عن أحداث إلى نصب واحتيال بمجال النفتي عندما ترى الناس يبيع تحف فنية مزورة أو ترى الناس ينصب عليك يقول لك لا أنا دا فينشي وهذه هي تحفتي عندما بالأصل تحفة فنان آخر وهو سرعها و يبيعها باسمه بالإثيرنتي وعدونا هذا الأمر ليس سيحدث وعدونا أن كل تحفة فنية ستكون عندهم في المنصة ستكون مفحوصة و هوية الباقي ستكون معروفة من أبل سترى في آخر فترة إثيرنتي تعمل علاقات فنانين أو معرياضيين مشهورين منها مثلا بالإثيرنتي سعر الإثيرنتي اليوم هو فقط 14 دولار و 70 سنت والأحلى والأحلى ترى الماركت كاب الماركت كاب للإثيرنتي 141 مليون توتال سبلاي للإثيرنتي فقط 30 مليون منها 38% موجودات بالسوق هذه واحدة من العملات الرقمية التي أفضلت فيها لأنه أول شيء أريد أن نوع محفظتي أكون معي نفتي أكثر ثانية شيء لدي كثير بالمحفظة عملات رقمية التي هي أقديمة فأنتظر بعملات رقمية جديدة والثالث شيء الماركت كاب أنا أتظر و أدور على عملات رقمية التي لها مستقبل لها مشروع لها أساسيات من وراها التي الماركت كاب قليل وصغير التي أعطينا إمكانية أن نربح 10x وما فوق وأشعر برأيه إثيرنتي هي واحدة من العملات الرقمية التي ستعطينا على الأقل 10x بالمستقبل بالوقت الحالي كما ترى عملت الإثيرنتي تقلو التصحيح في بداية الأسبوع الماضي كانت تنبع بـ 24$ واليوم وصلت لـ 14$ لا يمكن أن تخاف من هذا الإنخفاض لكن أعلم أن هذا الأمر طبيعي وهذه لك فرصة تشتري اليوم بسعر مخفض وترى أرباح بالمستقبل الأكبر العمل الثالثة اليوم اسمها Polygon أو سابقاً كانت معروفة باسم Matic Network Matic Network هي عبارة عن تقنية بالحركة والمت sedopolitية التوكم الموجودDe مم受قت بلوكشين إثيريوم وهذا المثال الإثيريوم المثال الإثيريوم الح riches Dare to use نفسain الإثيريوم الع Patterson الإثيريوم الخbah قد يتحوّل المستقبل совершенно بنفسن لا أ Penal التي تزوج Ley suffrage ضحك هذه الإثيريوم تتحدث唷 بالأمل التي تعبرنا على تعي aş 199 لكن للأسف بسبب كونه مفاوئ بلوكشن إثيريوم هذا معناته رسوم التداول ستكون نفسها مثل أي رسوم أخرى للإثيريوم أو للعملات المفاوئة للإثيريوم الذي في آخر فترة رأينا ارتفاع من أول جديد ووصلت إلى 25 دولار للمعاملة الوحدي فأدير بالك من هذا الأمر خصوصا عندما تنقل العملة من محفظة إلى محفظة أخرى عندما أنت موجود بقلب منصة مثل Binance لا تخاف من هذا الأمر لكن عندما تخرج من Binance وتنقلها منصة أخرى وقتها خاف واحسب إذا معك فقط 100 دولار هذا معناته أنت تدفع 25% للبلوكشن ففكر بهذا الأمر ماذا ستجعلني أوصل اليوم وأستثمر بهذا الشهر خصوصا بPolygon أو بماتيك؟ واحدة من الأخبار التي تلعتها بنهاية الشهر الماضي هو أن Polygon فتحت دعم بقيمة 100 مليون دولار دعم لتطوير تقنيات DeFi نحن نعرف أن DeFi هو مجال يتطور أكثر وأكثر وأكثر عملات رقمية التي تقوم بمجال DeFi لكن يمكن أن تقول لي وليد هناك عملات أخرى الموجودة في هذا المجال صح لكن هذه العملات الأخرى تقوم بأكثر من 3 مليون معاملة في اليوم هذا الأمر بدأت ارتفاع من شهر الماضي واليوم وصلنا إلى أحد أكبر وهو 3.3 مليون معاملة في اليوم Transactions المقصود وأصبح هناك أكثر من 700 ألف شخص الذين لديهم محفظة Polygon فهذا ألحى وأمسك وأنا أيضا من هذا الأمر Polygon أو Matic اليوم سعر هو 1.4 مليون وهو ارتفاع 28% بقط 24 ساعة Market Cap لل Polygon اليوم 10 مليون Max Supply لل Polygon اليوم 10 مليون ومن هنا موجودات بالسوق اليوم 6.1 مليون يعني 60% من كل Matic الموجودة اليوم موجودة بالسوق فبدأنا نقرب إلى حد الأخصى عدد ال Polygon التي ممكن أن يكون موجودة بالسوق فهنا نلحق نمسك أيضا المatic حاليا اليوم أسعار وطائرة أنا أعطيتك هذا المثال لكي تعرف عن هذه العملة وليس لكي تركوا الدشرة اليوم أصبر قليلا نحن نرى أن RSI مرتفع فوق 70% وصلنا إلى 74% اليوم وصلنا إلى رقم قياسي وهو 1.8 ونزلنا الرقام بعدها عالي فهذا ما أقولك إياته انتظر قبل أن يصبح تصحيح ولكن دعي عينك على هذه العملة وانتظر قبل أن يصبح تخفاض قليلا عندما يصل إلى RSI بحدود 50% وقتها تبدأ أن تشتري أنا أصبحت لم أشتري Polygon سأشتري مبلغ إضافي عندما يصبح السعر بين 1.3 و 1.5% يعني بهذه الحدود هنا وإذا نزلوا أكثر و أكثر فأعتقد أن يوقف بحدود 1.18 سن سأكون مدعوم بالموينج أفريج 25% سأرى أن هناك داعم في هذا الأمر ال Polygon هي واحدة من العملات التي لها تطبيق كبير بالسوق سأتخيل إذا دوجكون قطعت 50 مليار كيف سيستطيع البوليغون لأنه مستعمل بالسوق إلى تطبيقات في حياتنا اليومية ال 10 مليار الماركت كاب سنرى ببساطة يصل إلى 50 مليار وهذا معنى تور 4.5x على الأقل سيأتي من البوليغون طبعا كل حكايته اليوم هو رأي الشخصي وقط أنا ليس متخصص وليس متشهر ما فإذا كنت تضع مصاريك في هذه العملات فالمسؤولية عليك انتو ولكن نذكر دائما ولا مرة تدول بمبلغ التي لا تستطيع أن تخسره كما ترى في عالم الفيو ألاف و ألاف عملات رقمية بدأت تصبح أصعب و أصعب من العمل القادم التي لها أساس و مشروع و مستقبل ولكن هذا الأمر لا سنجده وسأتظلني أدور وسأتظلني أفيدكم كيف يمكن وإذا لديكم عملات أخرى التي حسب رأيكم سيكون لها مستقبل ليس فقط ضجة و سرعة مثل عملات الميم الأخرى فتعلي اكتب لي تحت بطاقة و سوف تنفيذ بعضنا إذا عجبك و أفيدك هذا الموضوع أعطينا اللايك من ناحية تعالى اشترك تحت بالقناة على طريق سبسكرايب كما ترى مواضيع جديدة كل مرة و كل فترة فالشواء تنتظروا تعالى اشتركوا و شكرا لكم على وقتكم و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة